قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الجيش الروسي استخدم مساء يوم السبت وصباح الأحد أسلحة طويلة المدى عالية الدقة لضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية حيث دمرت صواريخ كروز البحرية من طراز كاليبر من مياه البحر الأسود ورشت مصنع نيزهين لإصلاح المركبات المدرعة الأوكرانية التي تضررت أثناء العمليات العسكرية كما تم أطلاق صواريخ كروز البحرية من طراز كاليبر من فوق شبه جزيرة القرم لتدمير قاعدة تخزين كبيرة للوقود وزيت التشحيم للجيش الأوكراني بمدينة كونستانتينوفغا بمنطقة نيوكلايف أوبلاست والتي تقدم الوقود للمركبات المدرعة في مسرح العمليات العسكرية بجنوب أوكرانيا وأضاف كوناشينكوف مساء يوم السبت أن أحد موظفي جهاز الأمن الأوكراني استسلم لروسيا وسلم معلومات عن المتورطين في أنشطة التخريب في منطقة دومباس وقال الموظف أن القوميين الأوكرانيين خططوا لشن هجمات على موظفين ومشاءات ذات صلة بالبعثات الدبلوماسية الأمريكية والغربية الأخرى في لفير وقد تم أبلغ الحكومة الأوكرانية بهذه الخطة لكنها لم تتخذ إجراءات لمنعها بل وستدعي زورا أن الهجمات تأتي من روسيا ويهدف هذا التصرف الاستفزازي إلى الضغط على دول الناتو وتحقيق هدف فرض منطقة حظر طيران في أجواء أوكرانيا والحصول على المزيد من الأسلحة